موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدنا الكرام في هذه النشرة الأقبارية من قناة عدن الفضائية وأستهلها بأبرز العنوين صدور قرار جمهوري بإنشاء جامعة في محافظة أبيان وتعين الدكتور محمد الميسري رئيسا لجامعة أبيان نائب رئيس الجمهورية يجري اتصال هاتفيا بمحافظة تعزل الاطلاع على المستجدات الجيش الوطني يكبد الميليشيا خسائر فادحة في تعزل حديدة وطياران التحالف استهدف الميليشيا في عدد من المحافظات أهلا بكم مجددا مشاهدنا الكرام صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ثلاثة لسنة الفين وثمانية عشر قضت المادة منه بإنشاء جامعة في أبيان تسمى جامعة أبيان ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن تتمتع الجامعة بشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري في حدود القوانين واللوائح والأنظمة نافذة وحددت المادة الثالثة من القرار أن يكون المقر الرئيس للجامعة مدينة أبيان ويجوز لها أن تنشئ كليات ومراكز عملية في نطاق الجمهورية وفقا للأسس والإجراءات المقررة ونصت المادة رابعة من القرار على أن تحدد أهداف الجامعة وينظم عملها وفقا للقوانين الأنظمة نافذة والخاصة بشؤون التعليم وقضت المادة الخامسة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم أربعة لسنة 2018 قضت المادة الأولى منه بتعيين الأستاذ الدكتور محمد أحمد سالم الميسري رئيسا لجامعة أبيان وقضت المادة الثانية بتعيين الأستاذ الدكتور محمد علي محمد السنيدي نائبا لرئيس جامعة أبيان للشؤون الأكاديمية كما نصت المادة الثالثة بتعيين الأستاذ الدكتور حسن محمد حسن الراهوي نائبا لرئيس جامعة أبيان لشؤون الطلاب ونصت المادة الرابعة من القرار بتعيين الأستاذ الدكتور صالح عقيل سالم عبد الربو نائبا لرئيس جامعة أبيان لشؤون الدراسات العليا وقضت المادة الخامسة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية رفع مستشار القائد العلى القوات المسلحة الفريق الركن محمد علي المقدشي برقية تهنئة لفخامة الرئيس المشير عبد الربو مصور هادي رئيس الجمهورية القائد العلى القوات المسلحة هنأه فيها بمناسبة الذكرى السادسة لانتخابه رئيسا للجمهورية اليمنية في الحادي والعشرين من فبراير وقال مستشار القائد العلى القوات المسلحة ان الشعب اليمني منح ثقة لفخامة الرئيس عبد الربو مصور هادي في يوم الحادي والعشرين من فبراير 2012 في تظاهرة ديمقراطية حضارية جاءت بينما كانت بلادنا تمر بمرحلة سياسية خطيرة ومنعطف تاريخي صعب وبإجماع القوى السياسية والمكونات القبلية والاجتماعية والمدنية ودعم اقليميا ودوليا مشيرا الى ان اختيار الشعب للرئيس هادي مثل بداية لعملية التحول نحو مرحلة انتقالية توفقية افضت الى الحوار الوطني الشامل الذي رسم فيه شعبنا بكل مكوناته خياراته الوطنية واسس بناء مستقبله والمضي نحو دولة اليمن الاتحادية المدنية القائمة على المساواة والعدالة في السلطة والثروة واضاف الفريق المقدشي كان لفخامتكم الفضل الكبير في انجاح مؤتمر الحوار الوطني وتوافق شعبنا على وثيقة مخرجاته وصولا الى وضع مسودة الدستور الاتحادي كما انكم تحملتم ولازلتم مغبة انقلاب ميليشيا الانقلاب على تلك المخرجات وخروجهم عن الاجماع الوطني وقد دفعتم اثمانا باهظة وقدمتم تضحيات كبيرة في سبيل المشروع الوطني الذي تحملون في وجه المشاريع التخريبية والتدميرية ولا يزال شعبنا يدفع ثمن تلك الحماقات الانتقامية التي ارادت العودة بالوطن الى ظلام الماضي وفرض مشاريع الحكم السلالي والاستبدادي بقوة السلاح والاستقواء بالنزاعات الدموية الهدامة واكد ان فخامة الرئيس قدم ولا زال يقدم التنازلات واسعى بكل جهد لتجنب وقوع الصراع وتجنيب البلاد الدخول في صراع واقتتال لكن تلك المشاريع عرمت بتلك الجهود عرض الحياة ومضت في جهالتها وتجاهلها واشار الى ان شعبنا اليمنية اليوم اكثر ثقة بالرئيس عبدالربو مصور هادي لقيادته وتلبيته تطلعاته في استعادة دولته وشرعيته واستكمال معركة تحرير البلاد وحماية المكتسبات الوطنية ومبادئ واهداف الثورة والجمهورية ومواجهة مشاريع الماضي والمشاريع الصغيرة التي تحاول العبث بامن واستقرار البلاد وتستهدف عرقلة عملية الانتقال لمستقبل اليمن الاتحادي بآفاقه الواسعة وباعتباره الصيغة المناسبة لشكل الدولة باقاليمها الستة التي تضمن الجميع اليمنين بكل مكوناتهم في المشاركة في الحكم وعدم العودة للماضي بكل سلبياته ومساوئه تلقى فخامة الرئيس المشير عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية القائد لعلى القوات المسلحة اتصالات هاتفية من محافظي حضر موت وتعز المهرة وسقطرة هنأه بمناسبة الذكرى السادسة لانتخابه رئيسا للجمهورية اليمنية وعبر المحافظون خلال اتصالهم برئيس الجمهورية عن احر التهاني واطيب التبركات لفخامة الرئيس بذكر انتخابه من قبل الشعب اليمني في الحادي والعشرين من فبراير الفين واثني عشر وبتصويت غير مسبوق في تاريخ اليمن ودوراتها الانتخابية المتعاقبة وبإجمع كافة القوى السياسية والاجتماعية واشاد المحافظون بجهود فخامة الرئيس ومعه كل الشعب اليمني لإفشال المخطط الايراني في السيطرة على اليمن عبر ادواتها من الميليشيا الاقلابية واكدوا ان صمودة فخامة الرئيس وخلفه الشعب اليمني بكل اطيافه ودعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وباقي التحالف المجتمع الدولي كان هو حائط الصد الاول لكل المؤامرات التي تستهدف الوطن وتستهدف استقرار وامن المنطقة وجدد المحافظون وقوفهم خلف القيادة السياسية مثلة بفخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى القوات المسلحة لاستكمال تحرير ما تبقى من المحافظات من الميليشيا الانقلابية الايرانية وبناء اليمن الاتحادي الجديد كما تلقى فخامة الرئيس من فبراير الفين واثنى عشر وبتصويت غير مسبوق في تاريخ اليمن ودوراتها الانتخابية المتعاقبة وبإجمع كافة القوى السياسية والاجتماعية التي اختارته ليقود اليمن الى عهد جديد في ظل الدولة الاتحادية المنشودة التي يسد فيها العدالة والمساواة واشار المحافظون الى ان ذكر انتخاب فخامة الرئيس كانت بداية الامل لدى الشعب في التغيير نحو الافضل ونحو دولة العدالة المنشودة التي اكد عليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل ولفت المحافظون الى ما تعرض له الوطن والعملية السياسية من غدر من قبل ميليشيا الحوث الانقلابية التي حاولت ايقاف عجلة التغيير الوطني الذي يقوده فخامة الرئيس الذي تمكن من افشال مخطط ايران في السيطرة على اليمن عبر ادواتها من الميليشيا الانقلابية واكدوا ان صمودة فخامة الرئيس وخلفه الشعب اليمني بكل اطيافه ودعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي كان هو حائط الصد الاول لكل المؤامرات التي تستهدف الوطن وتستهدف استقراره وامن المنطقة وجدد المحافظون اصطفاف الشعب والجيش الوطني والمقاومة الشعبية خلف فخامة الرئيس لاستكمال تحرير ما تبقى من المحافظات لبناء اليمن التحدي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد الذي ينشده ويتطلع اليه ابناء شعبنا اليمن كافة اجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بمحافظة تعز الدكتور امين احمد محمود للاطلاع على المستجدات بالمحافظة واستمع نائب رئيس لتطورات الميدانية ومختلف القضايا المرتبطة بالمحافظة وجهود استكمال التحرير وبسط سلطة الدولة مشيدا بالانتصارات التي يحققها ابطال الجيش في مختلف المواقع وبدعم واسناد اخوي من دول تحالف دعم الشرعية واكد نائب رئيس اهتمام الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الربو مصور هادي رئيس الجمهورية ودعم الاشقاء في التحالف باستكمال تحرير تعز وانهاء معاناة ابنائها مؤكدا تقدير كل اليمنيين للصمود الاستوري الذي ابداه ابناء محافظة تعز في ظل انتهاكات جرائم حرب تعمدت ميليشيا الحوث ارتكابها بحق المدنيين من جانبه اشار المحافظ الى عزيمة ابطال الجيش وابناء المحافظة على استعادة مؤسسات الدولة ودحر خطر الحوثي الامامي المدعوم من ايران معبرا عن الشكر والتقدير لاهتمام متابعة القيادة السياسية بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس لجنة متابعة اوضاع المغتربين عبد الملك المخلافي مع سفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا محمد سعيد الجابر السبول الكفيلة والممكنة لمعالجة اوضاع المغتربين المسجد مؤخرا في ضوء الاجراءات المتخذة التي شملت الجاليات الاجنبية في المملكة كما بحث الوزير المخلافي مع السفير السعودي بحضور اعضاء اللجنة مستجدات الاوضاع على الساحة اليمنية واوضاع المغتربين في ضوء التوجيهات التي اصدرها فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي بتشكيل اللجنة للتواصل مع الاشقاء في المملكة لمعالجة اوضاع المغتربين مشرا الى ان الاوضاع الراهنة التي تمر بها اليمن حاليا بسبب الحرب التي اشعلت فتي لها الميليشيا الانقلابية واكد السفير السعودي ان المغترب اليمني في المملكة يحظى باهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين بصورة خاصة بحكم الجوار والروابط والاهداف المشتركة والاوضاع التي تمر بها اليمن مشرا الى ان الحكومة لن تدخر جهدا لمساعدة المغتربين اليمنيين وبحث السبل لمساعدتهم في اطار القرارات المتخذة والقوانين السعودية واخذا بعين الاعتبار طبيعة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والظروف التي تمر بها اليمن هذا وكانت لجنة متابعة اوضاع المغتربين والتواصل مع الاشقاء بالمملكة العربية السعودية عقدت اجتماعا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي وكرست اللجنة اجتماعها لمناقشة المستجدات المتعلقة باوضاع المغتربين اليمنيين بالمملكة العربية السعودية واتجاهات عملها والتي شملت التصورات المطروحة للتواصل مع الجانب السعودي والجهات المختصة والمعنية بمعالجة كافة مشكلاتهم وتحسين اوضاعهم واكد وزير الخارجية رئيس اللجنة اهتمام القيادة السياسية مثلتا بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الربو مصور هادي بملف المغتربين والسعي الجاد لمعالجة وتحسين اوضاعهم مبينا ثقته بتعاون الاشقاء في المملكة العربية السعودية مع اشقائهم اليمنيين وثمن المخلاف مواقف المملكة العربية السعودية الدائمة للشعب اليمني في مختلف المراحل وبالاخص بالظروف الراهنة التي يمر بها اليمن والتي تسببت بها الميليشيا الالقلابية واوجدت وضعا استثنائيا لليمنيين واستعرض الاجتماع عددا من التقارير التقييمية عن اوضاع الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية التي ستناقشها اللجنة من الجهات المختصة مع الجهات المختصة بالمملكة بحث وزير شؤون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور ابتهاج الكمال بمدينة جدة سعودية مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن احمد العثيمين سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة واشاد الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال التقدم بمقترح لتشكيل وفد وزاريا يمني يزور المنظمة لبحث أوجه الدعم والتعاون المشترك بين المنظمة والحكومة اليمنية دشنا الأخ عبدالله لهم لس وزير التربية والتعليم فتح مظاريف المناقصة العامة للعام الحالي الخاصة بتوريد ورق طباعي منوع في مقار المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بحضور ممثلين من وزارة المالية وأصحاب العطاءات وأكد وزير التربية أن هذه المناقصة التي تبلغ قيمتها تسعمائة مليون ريال تعد الأكبر منذ استقرار وضع وزارة التربية والتعليم في العاصمة عدن وعودة نشاط المؤسسة بعد نقل إدارتها إلى عدن وقدم الوزير اعتذاره لأبناءه الطلاب عن تأخر طباعة الكتب المدرسية مع دخول الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي الذي شاهده الطلاب دون توفير الكتب في العاصمة المؤقتة عدن واعدا بتزويد المدارس بالكتب في شهر سبتمبر من العام الدراسي القادم 2018-2019 من جانبه أكد الأخ محمد عمر باسليم المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي أن تأخر المخصصات الخاصة بوزارة التربية والتعليم لطباعة الكتب كانت العائقة أمام طباعة الكتب وتزويد الطلاب لهذا الفصل الدراسي الثاني مع العلم بأنه قد تم طباعة وتوزيع أكثر من ثمانية مليون كتاب في الفصل الدراسي الأول بالإضافة إلى مطبوعات تربوية أخرى تمكنت قوات الجيش الوطني من تكبيد مليشيا الحوث الانقلابية عشرات القتلى والجرح إثر محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش بمدرية موزع غربي محافظة تعز وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع المليشيا ودمرت تعزيزات المليشيا وقالت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن مليشيا الحوث الانقلابية حاولت تسلل إلى مواقع الجيش الوطني شرقي منطقة الهامل الجبلية التابعة لمدرية موزع وتمكن الجيش من إحباط المحاولة وقتل وجرح المجموعة المهاجمة وفي جبهة الهامل دمر طيران التحالف بعدة غارات مواقع وتعزيزات للمليشيا الانقلابية الذي أسفل عن تدمير أسلحة للمليشيا الحوثية في مواقعها ومنها الدوشكا وسلاح بي عشر فيما سقط عشرات القتل والجرح من المليشيا في سياق ذاته استهدف طيران التحالف العربي تعزيزات ومواقع للمليشيا الحوثية في المزارع الواقعة شرقي مدينة حيز سقط على إثرها عدد من القتل والجرح من المليشيا الحوثية إلى جانب تدمير عتادهم العسكرية تجدت المواجهات المسلحة بين الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية شرقي صنعاب وقال مصدر عسكري المواجهات اندلعت إثر هجوم لقوات الجيش الوطني على مواقع المليشيا الحوثية في منطقة مسورة بمدرية نهم شرقي صنعاب وبالتزامن شنت قوات الجيش الوطني قصة مكثفة على عدد من مواقع مليشيا الحوثي في مدرية نهم وأوضح المصدر أن قوات الجيش الوطني استهدفت بقصفها المدفعي مواقع المليشيا الحوثية في تبة عصيدة في جبهة نهم شمال شرقي صنعاب وتزامن القصف المدفعي للجيش مع غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات للمليشيا الانقلابية كما غارت مقاتلات التحالف على مواقع المليشيا الحوثية في منطقتين عمد وريمة حميد جنوبي صنعاب دمرت غارات لمقاتلات التحالف العربي آليات عسكرية لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف وقال مصدر عسكري أن طيران التحالف شن أربع غارات استهدفت مواقع للحوثيين جنوبي منطقة المهاشمة وأسرت عن تدمير عربتين ومدفعين كما استهدف بغارتين أخريتين دبابة للمليشيا في جبهة حام ورشاشا غرب جبهة المصلوب وسقوط قتلى وجرح من عناصرها وقالت المصادر أن المليشيا تتعرض لخسائر فادحة ويدفع بعناصره للانتحار بشكل يومي شنت مقاتلات التحالف العربية عدة غارات مكثفة على مواقع تعزيزات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة وقالت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف استهدفت بأربع غارات جوية معسكرا سريا بمنطقة النقعة بالمحافظة مشيرا إلى أن المعسكرا يشرف عليه خبراء جانب وقيادات حوثية كبيرة وضافت المصادر أن طيران التحالف شن غارة مماثلة على رتلا عسكريا قادما من صنعاب كان في طريقه إلى صعدة وسألت الغارة عن تدمير عدة عربات وشاحنات ومقتل خمسة عشر عنصرا من المليشيا الانقلابية وإصابة آخرين تمكن الفريق الهندسي التابع للجيش الوطني من تفكيك الغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية بمناطق متفرقة بمدرية عسيلان غرب محافظة شبوة قالت مصادر عسكرية إن فريقا هندسيا تمكن من تفكيك الغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في وقت سابق بمدرية عسيلان وأوضحت المصادر أن الفريق الهندسي قام بيتلا في الغام المليشيا الانقلابية في منطقة الحجن بعسيلان عقد المكتب التنفيذي بمحافظة لحج دورته لاتيادية الأولى للعام الحالي في مبنى المحافظة برئاسة محافظ المحافظة اللواء أحمد التركي وحضور نائب وعدد من الوكالات وفي الاجتماع حث المحافظ كلا أو كل مدراء العموم على العمل الجاد وتحقيق مصالح الناس من ماء وكهرباء وصحة وتعليم مشددا بأن الفرصة مواتية أمام الجميع لشحذ الهمم والتكاتف بما يخدم المحافظة وأبنائها الذين ينتظرون الخدمات وأكد أن الأبواب مفتوحة أمام الجميع في تقديم وتسهيل وتدليل كل الصعوبات التي تواجه المدراء وعمل المراسلات الخاصة بها إلى الجهة المعنية بعد ذلك سعرض مدير عامل الموارد المائية بالمحافظة الأستاذ وليد عمر زين التقرير المالي والإيرادي للوحدات المالية والمكاتب التنفيذية المطروح على طاولة الاجتماع والذي فصل الإرادة المشترك المحلي لكل وحدة مالية شدد محافظ لحجا لواء الركن أحمد عبدالله تركي على ضرورة إحداث آلية عمل جديدة تمثل ثورة في تحقيق الإرادات المالية العامة بالمحافظة وأكد المحافظ خلال ترأسه الاجتماع الدوري العادي الأول للمكتب التنفيذي للعام الحالي بحضور الأمين العام للمجلس المحلي عوض بن عوض الصناحي أن المرحلة الراهنة تتطلب من كل مرفق حكومي تفعيل مهماته المناطبة في مجال تنمية الإرادات وإخصابها لتطوير المحافظة في كل المجالات ووجه محافظ لحج فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة في التخطيط والتخطيط العمراني بالمحافظة بإيقاف صرف الأراضي وتراخص بنائها وتوثيقها وإلزام الجهات الشرطية بالتنسيق مع مؤسسة الميام ومكتب وزارة الزراعة بالمحافظة لتوفير الحماية الأمنية الضرورية لحوض منطقة مغرس ناجي المائي بمدرية توبن بالمحافظة من الأبنية العشوائية الزاحفة عليه ناقش محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي مع وفد الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة برئاسة إبراهيم القرشي الأوضاع الإنسانية في المحافظة وثمن المحافظ الدعم السخي المقدم لبلادنا من دولة الكويت الشقيقة وشعبها في المشارع التنموية والإغاثية من جهته أوضح القرشي أن الهيئة الإغاثية الكويتية ستدعم مستشفيات مدريات الحوطة وطور الباحة وردفان العامة بأربعة مولدات كهربائية معينة بالطاقة وأضاف إلى تقديم المساعدات الصحية والتعليمية والإغاثية وإعادة الإعمار بما يسهم في تخفيف معاناة السكان في المحافظة أكد محافظ محافظة المهرة راجح سعيد باكوريت على أهمية الدور الاقتصادي الذي يلعبه ميناء نشطون في إنعاش الحركة التجارية بالمحافظة جاء ذلك خلال تفقد محافظ المهرة للميناء والاطلاع على نشاطاتها حيث ناقش مع مدير عام الميناء سعيد أسد كوريس ومدير عام الجمرك مبروك دوام يقوت كلا على حدة سير العمل ومستوى الحركة التجارية وطبيعة الصعوبات المعوقات التي تعترض نشاط الميناء وحث المحافظ على تنظيم آلية العمل وتجاوز جوانب القصور وضروة اطلاع السلطة المحلية بكل جديد في الميناء سعيا لتفعيل دور الميناء والارتقاء بنشاطه للأفضل وتسيق الجهود المشترك مع التحالف كما تفقد المحافظ محطة كهرباء الميناء ومنتخذ تعبئة الوقود من الخزانات إلى الناقلات ومنظومة الأمن والسلامة وأسباب تعثرها إلى ذلك قام المحافظ باكوريت بزيارة مدرسة الفقيد عبد المنعم للتعليم الأساسي والثانوي بمدينة نشطون مطلعا على سير العام الدراسي موجها بنزول لجنة فنية للمدرسة لوضع دراسات بناء سور المدرسة واستكمال بناء سكن المعلمين وإدخال التيار الكهربائي للمدرسة ودعمها بمولد قوة عشر كيلو وتقديم مكافأة للطلاب المتفوقين رافق المحافظة نائب ومدير الأمن العقيد محمد عبد القادر الكبس وعضو المجلس المحلي بمدرية الغيظة صالح حافظ السليمي التقى لامين العام للمجلس المحلي بأبيان مهدي الحامد بمدير المشاريع في الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة فضل منصور بحضور مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة يحيى أحمد اليزيدي وناقش اللقاء التدخلات في القطاع التعليمي في العديد من مديريات المحافظة وخصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية مشيدا بمختلف أوجه الدعم من قبل الأشقاء الكويتيين ومنها القطاعان التعليمي والصحي وكذا لغاثة الكويتية التي كان لها الأثر الطيب في نفوس كل اليمنيين للتغلب على آثار الحرب التي شنتها أصابات الحوث الانقلابية المتمردة هذا وقد أكد وفد هيئة لغاثة الكويتية أن العديد من التدخلات ستتم في هذا العام فيما يخص المباني المدرسية وبناء المزيد من الصفوف وإعادة تأهيل المدارس كما قام الوفد يرافقهم مدير عام التربية والتعليم بالنزول الميداني إلى مدرسة 14 أكتوبر بهدف توسيع مبنى المدرسة من خلال بناء فصول دراسية للتقليل من الكثافة العددية في الفصول الدراسية التي تعاني منها العديد من مدارس محافظة أبيان كما أكد الوفد الكويتي بناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة مع السور في زنجبار ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بأبيان مهدي الحامد وأكيل وزارة الثروة السمكية حميد الكربي عددا من المواضيع المتعلقة بتحسين وضع الصياد السمكي وطلع الحامد والكربي خلال زيارتهما إلى مدينة شقرة ساحلية ولقائهما بمثلية الجمعيات السمكية والصيادين على أوضاع الجمعيات السمكية الفاعلة والترتبات لعمل لسان بحري في مدينة شقرة وإنشاء سوق حراج السمكي لتحسين وتطوير طرق تسويق الانتاج السمكي وبما يسهم في تحسين معيشة الصيادين وأكد على أهمية الارتقاء بمستوى الأنشطة السمكية وتوحيد جميع الجهود من قبل صيادي شقرة التقى القائم بأعمال محافظة عدن الوكيل الأول للمحافظة أحمد سالمين بمثل منظمة هيوم الرأس ميكل بيج الذي يقوم بزيارة لعدل الاطلاع على الأوضاع الإنسانية في المحافظة وخلال اللقاء أكد سالمين أن المحافظة خلال الفترات الماضية بعد التحرير مرت ببعض الخروقات الأمنية إلا أن الجهاز الأمني قام بدوره تجاه تلك الخروقات وأشار سالمين إلى أن المحافظة تعاني نتيجة للحرب التي تشنها الميليشيا الحوثية الانقلابية على المحافظات الغربية والتي تسببت بنزحها لتلك المحافظات الأمر الذي واجهت المحافظة بإقامة مخيمات للنازحين وتناول سالمين دور المحافظة في ترحيل الأجانب المقيمين في تلك المحافظات عبر الموانئ اليمنية وبالتنسيق مع منظمة الهجرة لضمان وصولهم إلى بلدانهم سالمين أكد القائم بأعمال محافظ عدن الوكيل الأول المحافظة أحمد سالمين أن البسط على أراضي الدولة يعد اعتداء على المال العام ونوه سالمين خلال لقائه بالقائم بأعمال مدير عام مدرية المنصورة إلى ضرورة أن يتم ردع مثل هذه الممارسات التي تعتدي على ممتلكات الدولة والمصالح الشخصية وطالب سالمين المديرين بسرعة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إزالة العشوائيات خاصة في منطقة الأحواض التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وأكد سالمين على كل الجهات ضرورة المساهمة في وقف مثل هكذا أعمال تضر بالمصلحة الوطنية حضر اللقاء المهندس غسان الزامكي وكيل قطاع المشاريع بالمحافظة بمناسبة احتفالات بلادنا بيوم الديمقراطية يوم انتخاب الرئيس التوافقي المشير عبد الربو مصور هادي وضع القائم بأعمال محافظة عدن الوكيل الأول أحمد سالمين حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل عدد من الطرق في مديرية المنصورة بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 32 مليون ريال ليمني بتمويل من المجلس المحلي بالمحافظة وخلال وضع حجر الأساس استمع القائم بأعمال المحافظة السالمين إلى شرح عن مراحل المشروع من قبل المهندس وليد الصراري الذي أكد أن المشروع يبلغ طوله حوالي 6 كم مربع وسيتم تنفيذه على مراحل حضر حجر الأساس وكيلاء المحافظة المهندس غسان الزامكي والدكتور رشاد شائع مشروع تأهيل وصيانة شبكة مياه الصرف الصحي بعدد من الشوارع الرئيسة في مديرية الشيخ عثمان تسير تحت إشراف وجهود السلطة المحلية لإصلاح منظومة الشبكة بعدد من مدريات محافظة عدن زيارة تفقدية قام بها وكيلاء محافظة عدن الدكتور رشاد شائع وغسان الزامكي للإطلاع على أعمال تنظيف وصيانة شبكة مياه الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان انطلقت من تقاطع الممدارة وشاملة الشوارع الرئيسية في المديرية والإشراف على مشروع الصيانة الشاملة في الخطوط الرئيسية لشبكة المجاري هذا اليوم تم النزول إلى عدد من مناطق مديرة الشيخ عثمان وذلك للإطلاع على عادة تأهيل وتنظيف شبكات الصرف الصحي في المديرية لقوة في المسأل عمال المياه الصرف الصحي وتحديدا عمال الصرف الصحي وغادتها يبدون أن جهود كبيرة جدا من أقل عادة انتشار وضعية الصرف الصحي بهذه المديرية بدأت العملية من تقاطع قولة الممدارة الشيخ عثمان تم عادة تأهيل القطوط الرئيسية حقيقة تشهد إن شاء الله شبكة الصرف الصحي في المديرية عادة تأهيل كاملة من قرار الفصل لشبكة الصرف الصحي بين مديرة الشيخ عثمان ومنطقة الممدارة مع القطوط الرئيسية منسبة للربط ما بين الممدارة والمنصورة بدأنا بالقلت الأول 500 متر من نقطة التقاطع إلى نقطة عبدالغوي إن شاء الله المشروع بيستكمل إلى المنصورة عوالي 2.5 كيلو بيباد قطرة 700 ملي بالكلفة قدرها حوالي 925 ألف دولار إن شاء الله نقدرها التمويل والسلطة المحلية في عدن تبدأ قصار قهدها لمساعدتنا في عادة تأهيل وضعية منظومة الصرف الصحي كما تعلم الوكيل شاي عزامكي تفقد أيضا موقع الأحواض التابع للمؤسسة العامة للصرف الصحي في منطقة كابوتا والذي يجري فيه أعمال البناء وما تسبب به من أضرار تهدد منافذ تصريف المجاري لمديرية الشيخ عثمان والمنصورة وهو ما يندر بكارثة بيئية تهدد سكان هذه المناطق انتقلنا أيضا اليوم إلى منطقة الأحواض في منطقة كابوتا وكما لاحظتم هناك تم صرف عبثي من قبل منطقة الحرارة في منطقة في مقابل الحرب هذا الصرف يعني استهدف أحواض الصرف الصحي اللي موجود في هذه المنطقة منذ منطقة الثمانينات وحقيقة قاية المحافظة ستغف عن هذا العبث الذي تم من قرر التنسيق مع الأخ وزير الداخلية نايم بريس الوزراء الذي وعد مشكورا بالقيم بحملة لأزالة كل هذا العبث الذي تم في هذه المنطقة لن تسمح قاية المحافظة بما تم وذات في ميجز هدف المناطق التي هي مناطق خدمات للمدينة مشاريع استراتيجية تسعى من خلالها المؤسسة العامة للصرف الصحي بالعاصمة الموقاتة عدن إلى تنفيذها بدعم من السلطات المحلية بهدف تطوير منظومة شبكة المجاري ومواكبة الكثافة السكانية وذلك بعد اتساء رقعة البناء والإعمار في هذه المحافظة رافقهم في الزيارة مدير عام الصرف الصحي بمحافظة عدن المهندز زكي حداد لقناة عدن الفضائية وضح شليل عدن ونبقى في العاصمة المؤقتة عدن حيث نظمت جامعة عدن ندوة علمية وسياسية لقراءة ست سنوات من تولي فخامة المشير عبد الرب منصور هدي رئيس الجمهورية مقاليد الحكم في اليمن تحت شعار الفرص والتحديات وفي الندوة التي بدأت بآية من الذكر الحكيم أشار رشاد شائع وكيل محافظة عدن إلى أن اليمنيين بقيادة فخامة رئيس الجمهورية بدأوا فصلا جديدا من النضال لاستعادة الدولة والشرعية وتحقيق استكمال تحرير الوطن من مليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة إيرانيا على طريق بناء اليمن الاتحادي كما أضحى الدكتور عادل عبد المجيد علوي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أن انتخاب فخامة الرئيس عبد الرب منصور هدي في الحادي والعشرين من فبراير 2012 شكل لحظة تاريخية جاءت والبلاد تعيش ظروفا استثنائية صعبة استطاع خلالها وبدعم إقليميا ودولي من تحقيق أمال وتطلعات الشعب اليمني لبناء يمن جديد يرتكز على مبادئ العدارة والمساواة مكتب الثقافة بتعز يختتم المعرضة التشكيلية الأول تعز نزف بألوان الحياة التفاصيل في سياق التقرير التالي برعاية وزير الثقافة مروان دماغ ومحافظ محافظة تعز الدكتور أمين أحمد محمود واختتم مكتب الثقافة بتعز معرض تعز نزف بألوان الحياة نختتم في تعز الثقافة تعز الفنون تعز الإبداع نختتم معرضنا الأول للفنون التشكيلية في ظل الحرب والحصار والذي عنوناه بتعز نزف بألوان الحياة اليوم تبتدئ لوحة أخرى ورسالة جديدة تحسن تعز تقديمها في ظل الحرب والحصار الجائري عليها اليوم طلاب قسم الفنون الجميلة في جامعة تعز وبعض الفنانين التشكيليين اختتموا تلك اللوحة الكبيرة اللوحة الرائعة اللوحة العظيمة التي تحسن تعز تقديمها في زمن الحرب والحصار اليوم هم أمام ذلك اللون الدموي الذي يحاصرن به القتلة يقدمون ألوان الحياة يرسمون الابتسامة يرسمون التفاؤل يقدمون أنهم مشاريع حياة وأنهم سينتصرون في جبهة الثقافة مثل ما جبهات العزة والشرف ستنتصر المعرض يحتوي على العديد من لوحات الفنية الإبداعية من نتاق شباب الجامعة رسموا فيها جميع أنواع المشاعر الصادقة في عودة الحياة لأول معرض للفنون التشكيلية في ظل الحرب والحصار في ظل الحصار والحرب والدمار ما زال هناك الفن والجمال ما زالت هناك المعارض الجميلة التي تمثل أيوب طارش وتمثل أم كلثوم وتمثل الفن الحديث عمار العزكي فؤاد عبد الواحد تمثل فن صبر وفن الحجرية وتمثل فن الحالمة تعز بشكل عام هي الحالمة التي تمثل الثقافة والفن والجمال والإبداع تمثل الشجاعة تمثل البطولة والمقاومة ننسب خيوط الأمل رغم الحصار والحرب التي تدمي قلب تعز الموجوعة وشبابها يحاولوا باللون والحياة مداوات الألم بالعمل نعايم خالد قناة عدن فضائيات تعز اختتمت بسيون الدورة التدريبية حول بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال الاستجابة الإنسانية والعمل الأغاثي التي نظمها مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضر موت بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ للتنمية وتلقى فيها 45 مشاركا من منظمات المجتمع المدني على مدى ثلاثة أيام معارفة عن خطة الاستجابة الإنسانية الاستراتيجيات والأهداف والاحتياجات الإنسانية وفي حفل الاختتام شدد وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي على جاهزية منظمات المجتمع المدني تأهيلا وتدريبيا وتدريبا مع إيجاد قاعدة بيانات متكاملة إضافة إلى تنسيق الجهود بينها وتعزيز الشراكة نحو أهداف محددة تلبي طموحات المجتمع المحلي لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من المنظمات جهودا مضاعفة لمواكبة معايير الجهات المانحة دشنت منظمة الصحة العالمية بعدا توزيع مساعدات ومستلزمات طبية لعشرين مركزا صحيا في عشر محافظات يمنية وبحضور وكيلي وبحضور وكيلي وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور علي الوليدي وتم أرسال دفعة من المستلزمات الطبية إلى مراكز الشحر وتريم بحضر موت ومستشفى مأرب العام ومركز الخبر والمحفظ لودر بمحافظة أبيان ومستشفى المخاء العام بمحافظة تعز وقال الوكيل أن هذه المساعدات الطبية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لمنظمة الصحة العالمية وتوزع بإشراف زارة الصحة لعشر محافظات يمنية وأضاف أن الأشقاء في الإمارات مستمرون بدعم القطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية وفي سياق متصل وصلت إلى ميناء عدن سفينة إماراتية تحمل على مدنها تسعة حاويات لأدوية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي وسلمت لمنظمة الصحة العالمية وسيتم توزيعها على المحافظات نظمت سلطة المحلية بمدرية الوادي في محافظة مأرب حفلا خطابيا وفنيا لحرائر المحافظة احتفاءا بالذكرى السادسة لانتخاب المشير عبد الربو مصر هادي رئيسا للجمهورية والذكرى السابعة لثورة فبراير الشعبية السلمية أضمن هذه الجولة الميدانية التي نقوم بها لأخذ آراء وانتباعات القيادات السياسية والعسكرية والأمنية نلتقي هنا في هذه الأثناء محافظة محافظة عمران اللواء الروكن عبد الرحمن السعر المحافظة محافظة عمران كي يطلعنا وإياكم مشاهدين الاخرام عن انتباع سيادة المحافظ ماذا تعني لكم الذكرى السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية المشير الروكن الرئيس عبد المنصر هادي رئيس الجمهورية ذكرى السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية هذا ما يطلع عليه أبناء اليمني لتطاول التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاختراع وهذا ما يطلبه اليمنيين قاطقة ونبذ العنف أو السيطرة على الحكم عبر قوة السلاح أو كذلك تعويد الناس وتعويد المجتمع اليمني على الانتخابات النزيهة وصناديق الاقتراع وتداول السلطة عبر طرق السلمية هذا ما يطلع عليه أبناء اليمن وهذا الذكرى نحتفل بها اليمنين قاطبة انتخاب رئيس الجمهورية يشكل إعادة اعتبار للوحدة اليمنية التي استفراد بها الطرف من طرفي اللحدة طوال الفترة الماضية هو أيضا بواكير تحقيق أهداف ثورة الشباب الشعبية السلمية التي هدفت للتغيير السلمي وهو أيضا يمثل خيار التوافق والإجماع الوطني الذي تمثل في انتخاب فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي وكان يمثل مرحلة من رقي المجتمع اليمني لو لا ما تبعها من التفاف على مخرجة الحوار الوطني وما تبعه أيضا من أحداث وانقلاب عسكري يعرفه الجميع تعني الشئ الكثير ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى الأقليمي والعرمي الدولي يوم 21 فبراير 2012 كان يوما حاسما تحددت فيه الخطوة الأولى على طريق استعادة الدولة المدنية وقيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة دولة النظام والقانون والدستور والمواطنة المتساوية لذلك كان هذا الانتخاب ويوم 21 فبراير 2012 كان الخطوة الأولى على طريق الحوار الوطني الشامل بسم الله الرحمن الرحيم ولن نهني الجميع بهذه الذكرة الطيبة ونهني إخلال ناشبه لثورة فبراير على الذكرة السابعة لثورة فبراير العظيم بالنسبة لماذا ماذا تعني لنا انتخاب رئيس الجمهورية عبد الربو مصر هاجي أو ماذا تعني ذكرة السابعة له هذا الإقراء انتخاب الرئيس عبد الربو مصر هاجي يمثل التوافق الوطني على الحفاظ على مكاسب الوطن أولا ومن ثم السعي حديثا نحن تحقيق الأهداف الرئيسية التي خرجت من أجلها ثوار 11 من فبراير تلك الثورة السلمية دشنا بمحافظة مارب اليوم الحقلي لتقييم انتاجية سلالات محصول القمح في ظروف ومناخات المزارع الذي نظمته محطة البحوث الزراعية الهضبة الشرقية مارب الجوف مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي برعاية محافظة مارب الواصل طالعب نظمت محطة البحوث الزراعية الهضبة الشرقية محافظة مارب الجوف اليوم الحقلي لتقييم انتاجية سلالات محصول القمح في ظل ظروف المزارع هنا في محافظة مارب وليأتي في طال انشطة والفعاليات للاهتمام بالقطاع الزراعي اليوم الحقلي الذي يقيم بالتعاون مع مكتب الزراعات والرئي وإدارة الإرشاد الزراعي هنا بمحافظة مارب ديشن وكيل محافظة مارب لشولدارية عبدالله أحمد الباكري في منطقة الفاوة مديرية المدينة حقيقة نشكر جهود الأخوة لمحط البحوث واطلعنا على الأصناف التي تم زراعتها خصوصا القمح وحقيقة سرنا كثيرا أنه لدينا أصناف عالية الانتاجية شيء جيد أنه الهكتار انتج من 6 إلى 7 طن هذه انتاجية عالية ونتمنى أن الأخوة المزارعين يزعوا هذا الصلاف اليوم الحقلي لسلالات القمحة مبشرة بالانتاجية العالية لهذا المحصول الاقتصادية يأتي ضمن انشطة البحوث الزراعية للمحطة الهضبة الشرقية لمحافظة مارب الجوفة للموسم الزراعي 2017-2018 ميلاديا تقيم من حطة البحوث الزراعية يوم الحقليا لسلالتين بشرتين من محصول القمح تم ادخالها من مركز السمت من مكسيك مع عدد من السلالات تم دراستها في المزرعة البحرية مع مائتين وستهاربعين سلالة لمدة حوالي 6 سنوات منذ العام لتنسعة ودم دراستها والسلالتين تنظيم الحقول الارشاديا يأتي في إطار تحسين جورة الانتاج للمحاصيل الاقتصادية ومنها محصول القمحونة بمحافظة مارب في ظلمة شدو محافظة من اهتمام من قبل القيادة السياسية والجهاد ذات العلاقة محصول القمح دائما يحظى باهتمام كبير جدا لأنه محصول استراتيجي هام ونسعى دائما إلى وجوء الأبحاث الزراعية تقوم بعمل جيد في توفير عدد أكثر من الأصناف لرفع الانتاجية وأصناف دائما جديدة ومتجددة هنا الآن يطلبوا صنفين جديدين من اللي هم بحوث 28 و بحوث 30 دائما تنتاجية عالية ولأول مرة سيتم إطلاقها الموسم القادم إن شاء الله الاهتمام بالقطاع الزراعي بشقه النباتي والحيواني ضمن أولويات غير السلطة المحليان والجهاد ذات العلاقة هنا في عاصمة إقليم سبا لقناة عدل الفضائية محمد القداسي محافظة مارب دشنا في العاصمة المؤقتة عدن أعمال المؤتمر الألميلي أطباء القلب والباطنة الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية وإشراف جامعة عدن ودعم المؤسسة الاقتصادية اليمنية تحت شعار العلم يجمعنا بمشاركة أربعمائة طبيب من أطباء القلب والباطنة من عموم محافظات الجمهورية برؤية فخامة الرئيس عبدالبو منصور هادي وتحت شعار العلم يجمعنا بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن أعمال المؤتمر العلمي لطباء مرض القلب والذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية وبدعم المؤسسة الاقتصادية وإشراف جامعة عدن والذي يستمر على مدى يومين وفي المؤتمر أكد الدكتور أحمد البيشي رئيس المؤتمر أن المؤتمر سعى لتأسيس أكبر مركز القلب والقصطة متكامل في عدن بمختلف المحافظات سوف تشهد عدن في هذه اليومين برنامج علمي مكثف يتمثل في محاضرات من أطباء نخبة من الأطباء من بريطانيا وأمريكا ومصر والماليزيا للإطلاع على الجديد في الطب وعلى وجه الخصوص أمراض القلب وكيفية علاجاتها وكذلك سوف تقام ورش عمل في تخطيط القلب وفحص القلب التلفزيوني من قبل نخبة من أطباء القلب في اليمن خلال هذه اليومين وسوف يلقي نخبة من الأطباء محاضرات قيمة في مختلف الأمراض والطرائق العلاقية تماكد الاستاذ سامي سعيدي مدير عام المؤسسة الاقتصادية إن فخامة الرئيس وجه بدعم المركز ورفضه بأحدث الرجزة والمعدات وإننا في المؤسسة الاقتصادية سوف نكون عوناً لكل من يسعى لمصلحة الوطن والمواطن وأتمنى أن تكون من أهم نتائج هذا المؤتمر هو استكمال إنشاء مركز القلب في عدن علماً بأنه قد تم التوقيه لإنشاء مركز القلب وباهتمام خاص من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هاد يا حفظه الله قبل الحرب القاشمة التي قامت بها مليشيات الحوثي وهدفها تدمير كل كل أهداف البناء والتنمية وأنه إن شاء الله سوف يتم إقامة هذا المركز ونحن في المؤسسة الاقتصادية سوف نقوم وفي القطاع الطبي بالذات سوف نقوم بتجهيز بتجهيز هذا المركز بأحدث الإجهزة بناء على توقيهات فقامة رئيس الجمهورية حفظه الله ودولة رئيس مجرس الوزراء المؤتمر يهدفون إلى مخرجات تطويرية يجب إنجازها على أرض الواقع في عدن بالذات لثبادر الخبرات والمعارف وتحسين الأينا القلبية الشاملة ومثل تظاهر علمية كبرى لمواكبة التطورات العالمية العالمية في هذه المجالات المؤتمر العلمي الذي يؤقت في العاصمة المؤقتة عدن بمشاركة كوكبة من أطباء أمراض القلب مختلف محافظات الجمهورية والوطن العربي يمثل وهمية كبرى بتحسين العناية القلبية الشاملة وصلاة بجليل قناة عدن فضائية من العاصمة مؤقتة عدن ونبقى في العاصمة المؤقتة عدن حيث ناقش مدير مدرية البريقة بمحافظة عدن هاني اليزيدي مع وفد اللجنة الصحية بالهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة الاحتياجات الضرورية الطارية لمجمع الخيصة الصحية وفي اللقاء الذي حضره القائم بأعمال مكتب الصحة العامة والسكان بالمدرية الدكتور خالد عبدالله حيدرة استعرضها مدير البريقة صعوبات التي تواجه القطاع الصحي بالمدرية خاصة مجمع الخيصة الذي يفتقر العديد من الأجهزة الطبية والمستزمات الصحية والأدوية مؤكدا أهمية توفير كافة الاحتياجات المتطلبات الضرورية للمجمع أو إعادة تأهيله وتوسعته لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالي منطقة الخيصة الخبر الأخير في هذه النشرة تفقد المستشار القانوني لجمعية الهلال الأحمر اليمني أحمد الثقاف عملية توزيع المساعدات الغذائية المقدمة لألاف لألف أسرة فقيرة ومحتاجة بمدرية حبان بمحافظة شبوة وذلك في طار مشروع الأمن الغذائي باليمن والممول من الصليب الأحمر الدنمركي وأشهد الثقاف خلال زياراته الميدانية لنقاط توزيع هذه المساعدات في عدد من المناطق بالمدرية بالجهود التي تبدلها الفرق التطوعية لجمعية الهلال بشبوة لإصال هذه المساعدات للمستحقين لها وبصورة مباشرة مثنيا على الآليات التي اتخذها فرع الجمعية لإقرار الحالات المستحقة وطرق توزيعها عليهم بكل سلالة وبكل سلاسة ويسر وتحت إشراف اللجان المجتمعية في مدن وقرى وأرياف المدرية نهاية النشرة الآن عودة للتذكير بأبرز العنوين صدور قرار جمهوري بإنشاء جامعة في محافظة أبيان وتعين الدكتور محمد الميسري رئيسا لجامعة أبيان نائب رئيس الجمهورية يجري اتصالا هاتفيا بمحافظة تعز للاطلاع على المستجدات الجيش الوطني يكبد الميليشيا خسائر فادحة في تعز والحديدة وطيران التحالف استهدف الميليشيا في عدد من المحافظات في نهاية النشرة نشكر لكم طيبة المتابعة في أمان الله وحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر